رسمياً تنطلق الميادين إنجليش أونلاين خطوة تعزز بها الشبكة منصاتها الإعلامية في مسيرتها الراسخة والثابتة والأكيدة وهي تخوض معركة رأي عام محلي وأقليمي ودولي تتجاذبه أيديولوجيات متشابكة ومصالح سياسية متضاربة تحافظ على هويتها الميادين الإلكترونية بنسختها الإنجليزية وإن كان ظهورها قد تأخر إلى تاسعة ذكريات الانطلاق لكنه مقصود لذاته التأخر لا تقليلاً من أهمية الخطوة بل تركيزاً للجهود في منطقة انتمائها الجغرافي وجدت الميادين نفسها في عين العاصفة تواجه تضليلاً إعلامياً دعائياً كان إحدى أدوات صناعة الدمار والخراب وكان عليها لزاماً أن تسخر طاقاتها لتلك المواجهة حيث للرأي العام وزنه وثقله تنتمي الميادين بوضوح إلى عالم الجنوب بما يعنيه من مناهضة للهيمنة وتمثل فيه أمريكا اللاتينية ساحة للمعركة أوسع ومدًا لجسور خطابها الإعلامي ونقلها للواقع الذي ترصده كانت الميادين إسبانول ضرورة ملحة بلغة من أكثر لغات العالم انتشاراً ثالثة اللغات للميادين في فضائها الإلكترونية ترتيباً زمنياً من حيث الانطلاق هي الإنجليزية بأفقها الأكثر اتساعاً حيث الناطقون بلسانها والقارئون كل جمهور محتمل في القارات جميعها من غير سقوط في فخ الدعاية الغبية أو التحريض باستعراض في الوقت نفسه تضع الميادين نصب أعينها غايتين هما كسر الاحتكار المروج للتضليل وفي المقابل إيصال السردية المغايرة بفتح هذه النافذة الجديدة حيث يتسنى الاقتراب أكثر من حقيقة ما يدور لكل مهتم بالمنطقة وقضاياها المطروحة ترجمة نانسي قنقر